اشتركوا في القناة تلميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي برايماري 4 Welcome to a new video النهاردة ان شاء الله سوف نستكمل وإياكم شرح بقي الدروس الوحدة السادسة يونت 6 من كتابنا Connect for Primary 4 عنوان الوحدة بتاعتنا نذكركم بها يونت 6 What do you do زي ما احنا شايفين مع بعض What do you do وتكلمنا في الفيديو السابق عن بعض الوظائف النهاردة وتكلمنا عن اندستري الصناعة النهاردة درسنا التاني لعلاقة بمادة الدراسات الاجتماعية اللي هي اسمها زي ما احنا شايفينه Social Studies Social Studies اللي هي الدراسات الاجتماعية هنشوف بعض الوظائف ونتعرف عليها ونشوف ايه المفردات اللي موجودة معنا جاهزين يلا بينا نبدأ على بركة الله ونعرض لكم الدرس بتاع النهاردة هنا اللغة الانجليزية منها تكوننكت بالنسبة لسنة ربعة ابتدائي ما اكتفاش ان هو يدينا معلومات عن اللغة الانجليزية ولكن تم تضمين بعض المواد التانية فيه زي مثلا Math الرياضيات Social Studies الدراسات الاجتماعية Science العلوم كل الحاجات اللي متضامنة في اللغة الانجليزية النهاردة نكمل كلامنا عن Industry Industry اللي هي الصناعة Listen number two مطلوب منينا Listen and Read نسمع الأول وبعد كده مع بعض نحاول نتعرف على الكلمات والمفردات عشان نستفيد منها في بقية الدرس نسمع مع بعض هنا Listen and Read Industry اللي هي الصناعة زي ما ايه اتعرفنا عليها في الفيديو السابق بيقول لي ايه هنا The things we make الحاجات اللي احنا بنعملها او الاشياء التي نصنعها Buy ونشتريها And sell ونبيحها Are all part of the country's economy كل الحاجات دي سواء صنعناها او اشتريناها او بيعناها كل ده بيعتبر حاجة جزء من نظام اقتصاد الدولة كلمة economy بمعنى اقتصاد كلمة اقتصاد Okay Our economy الاقتصاد بتاعنا is divided into مقسم الى زي ما شايفين كلمة divided into وهي تحت هي ينقسم الى Industries يعني صناعات مختلفة Such as مثلة كلمة such as يعني مثلة مثلة ايه ايه الصناعات المقسم اليها الاقتصاد بتاعنا Fishing صيد الاسماك Farming اللي هو الزراعة Tourism السياحة السترا الى اخيره تمام ايه In every industry في كل صناعة من الصناعات دي سواء صيد الاسماك او الفلاحة او السياحة There are thousands of people يعني يوجد الاف من الناس And many different jobs وكثير من الوظائف المختلفة يعني في الزراعة بيلاقي وظائف مختلفة وناس كتيرا بتشتغل في السياحة برضو For example بيديني مثاله For example على سبيل المثال Let's think about the tourism industry in Asia بيقول لي هيا بينا نفكر في ايه في صناعة السياحة في مصر اللي هي اسمه Tourism Industry in Egypt When tourists arrive in Egypt عندما خلي بالك من كلمة ويني هم مع عندما عندما يصل السياح arrive بمعنى يصلوا in Egypt لمصر They need a hotel محتاجين اوتلات او فنادق And they need a bus ومحتاجين اوتوبيس Or a taxi أو taxi To take them to the hotel محتاجين اي حاجة من الحاجات دي توديهم الى ايه الى الوتيل Many people work in the hotel هل لاقي ناس كتيرة بتشتغل في الفندق The hotel needs electricians طبعا الوتيل او الفندق بيحتاد الى كهربائية And plumbers وسبكين عشان يصلحوا المواسير والحنفيات اللي ممكن تبوز To fix problems لاصلاح المشاكل في الوتيل تمام ايه تاني محتاجين cooks Cooks اللي هم الطبخين To make food عشان يعملوا الطعام للسياح And cleaners ومنظفين يعني ناس ينظفوا To keep the hotel clean عشان يحافظوا على نظافة ايه The hotel الوتيل طيب Local businesses Local businesses يعني الاعمال التجارية المحلية المحلية يعني قوة البلد Need the hotel بتحتاج ايضا الى الوتيلات الفنادق ايضا For example The hotel buys food from farmers الوتيل عشان يأكل السياح محتاج ان هو يشتري ايه Food طعام من فين From farmers من الفلاحين اللي جوا البلد اللي هم ملوكن Everything in the hotel كل حاجة موجودة في الفندق Comes from other businesses بتأتي من ايه من اعمال مختلفة يعني الاكل بيجي من عند الفلاحين تصليح المواسير اللي بلمرز عندك مثلا التصليح الكهربائي الكهربائية الى اخي The hotel الفندق Pays Pays يعني يدفع يدفع ايه A salary salary يعني مرتب اللي بياخده اخر الشهر الواحد من اللي بيشتغل عنديهم salary اللي هو المرتب To the workers للعمال يقبل فندق بيدفع المرتب او الفلوس لمن للعمال اللي شغالين عندهم The workers use their salary يقوم العمال اللي خادوا المرتبات دي يستخدموا السلاري في ايه To buy food يشتروا طعام Clothes And for transportation وايضا يدفعوها لموسائل المواصلة انت لما تيجي تركب موسائل المواصلات لازم تدفع Some of their salary بعض من هذه المرتبات بعض جزء منها يعني Goes to the government بيروح الى government Government اللي هي الحكومة To pay for things like roads عشان الحكومة تاخد هذا الدروس المستقطع من المرتب عشان تعمل بايه Roads طرق And schools ومدارس When we work لما احنا نشتغل Our salary helps our community المرتبات دي بتساعد في بناء المجتمع بتاعنا Community اللي هو المجتمع And the whole country والبلد بأكملها ده بالنسبة لإيه لصناعة الإنداستري تعالا نقرأ كده مع بعض بصوت عالي بعد ما فهمنا الموضوع كويس يلا أنها أرى لغاية موقف تكرروا The things we make, buy and sell Are all part of the country's economy Our economy is divided into industries Such as Fishing, farming, tourism, etc In every industry There are Thousands of people And many different jobs For example Let's think about the tourism industry in Egypt When tourists arrive in Egypt They need a hotel And they need a bus or a taxi To take them to the hotel Many people work in the hotel Many people work in the hotel The hotel needs electricians and plumbers to fix problems Cooks to make food And cleaners to keep the hotel clean Local businesses need the hotel too For example For example The hotel buys food from farmers Everything in the hotel comes from other businesses The hotel pays a salary to the workers The workers use their salary to buy food, clothes And for transportation Some of their salary goes to the government To pay for things like roads and schools When we work Our salary helps our community And the whole country Well done Thank you so much وقبل هنا احنا احنا اتعرفنا على من مقصود بكلمة economy ويزاي ايكانومي ده بيكون مقسم الى صناعات مختلفة وايضا تكلمنا عن مجال السياحة والاوتل بيبوم عايز ايه عشان يخلم السياح ومحتاج من اللوكل بيزنس او الاعمال التجارية المحلية ايه واحنا لما ناخد السلري بتاعنا بنصرفه بايه والحكومة بتستقطع جزء من السلري بتاعنا عشان تبنينا ايه بروتز طرق and schools وده بيساعد في بناء community المجتمع بتاعنا وده whole country البلد كاملتا ده الموضوع المهم عندنا بالنسبة زي الدراسات الاجتماعية بالظهر يلا نكمل مع بعض ونشوف بقية الدرس في ايه مع بعض let's go اوكي عندي هنا بعض التعريفات بعض التعريفات عايزين نتعرف عليها بنسميها definitions تعريفات definition هو ايه المقصود بكلمة economy economy اللي هو الاقتصاد بيقول لي ايه the way a country makes and uses money ده الطريقة اللي بتستخدمها الدولة في استخدام ايه الفلوس ده بتعمل بها ايه ده بنسميه economy الاقتصاد طب ايه اندستري الصناعة هي طبعا a collection collection يعني مجموعة of businesses من الاعمال التي تعمل together يعني سويا مع بعض وايه المقصود بالسلري اللي هو المرتب او الراتب اللي بياخد الموظف في اخر الشهر money paid to people who work الفلوس التي تدفع للناس اللي تشتغل طب ايه هي ال government government اللي هي الحكوم the group of people مجموعة من الناس طبعا الناس بتكون ايه يعني ايه منطقة مختارة مؤهلة who make rules اللي هما بيسننوا القوانين بيعملوا القوانين for the country تعني رهم تاني مع بعض عايزكم تكررهم عشان تتعرفوا عليهم economy نكرر economy the way a country makes and uses money the way a country makes and uses money industry a collection of businesses that work together retirement money paid to people who work investment the group of people who make rules for the country very good thank you so much okay let's go to the next activity look and read عندي مجموعة صور هنا ولكن عزين نشوف ايه الفعل المناسب مع هذه الجمل هنا بنقول ايه farmers grow the food يوم هو الفلاحين بعملوا ايه للاطعمة بتاعتنا بيزرعوها فارمرز grow the food اما درايفرز درايفرز بعملوا ايه السوائل بيوصلوا الاكل لها درايفرز deliver the food بعد كده بيحصل ايه supermarkets الاسواق sell بتبيع the food to customers بتبيع الاطعمة الى ايه الزبائن customers الزبائن دولة buy the food and then eat the food بيشتروا الاكل وبعدين يكلوا طيب المهنسين بيعملوا ايه engineers make the wind turbines بيصنعوا توربينات الرياح اللي بتشتغل بالرياح اللي بتولد كهرب the wind turbines make electricity التوربينات دي اللي مشتغل بالرياح بتولد ايه كهرباء make electricity نيجي صياد السمك fishermen الصيادين catch the fish بيصطادوا ايه السمك اما the markets الاسواق بتستلم او تستقبل deliver deliver يعني يستلم the fish to stores بتحطوا في ايه في مخازن عشان ايه تبيعوا لمين للناس انا اعزكم ايه نكرر القومة اللي بصفة علي انا اعزكم ايه farmers grow the food drivers deliver the food supermarkets sell the food to customers أما يتعرض المعالمسELI أما يتعرض المعالمين أما يقومون تقومونون أما يتعرض المعالمات أما يمتلك المعالمية التعرفنا على بعض الكلمات والأفعال اللي تستخدم في بعض الجمل بالتحديد دعنا نكمل مع بعض لو جئنا هنا مع بعض لاحظ هناك بعض الأفعال لاحظ هناك بعض الأفعال يمكن أن نحولها إلى أسماء بإضافة ER أو OR يعني ممكن يكون عندك الفعل تضيف له ER أو OR بيتحول إلى اسم إزاي؟ عندي كلمة teach يعني يعلم أو يدرس ده فعل عشان نحوله إلى مدرس اسم ضفنا له إيه؟ ER يعلم teacher مدرس أو معلم طيب عندي الفعل build build يعني إيه؟ يبني طب عايز أقول عامل البناء الشخص اللي بيبني ضفنا له ER بيجي إيه؟ builder builder تمام؟ طب عندي clean ده فعل verb بمعنى ينظف هضف له ER أصبح كلمة إيه؟ cleaner يعني عامل النظافة نفسه عندي بعد كده collect garbage collect garbage هنقول إيه عليه عامل جامع القمامة؟ garbage collector شايفين ضفنا OR وليس ER يبقى أنا عشان أجيب الاسم من الفعل هناك بعض الأفعال طبعا مش كلها عشان أجيب منها الاسم أضيف إيه؟ يا إما ER OR هتسألني أضيف إمتى ER OR دي هتتحفظ دي مش هتقدر إنت إيه في قاعدة تمشي عليها يبقى المطلوب منك تعرف أن في بعض الأفعال تحول إلى أسماء بإضافة ER أو OR تمام؟ في بعض الملاحظات على الكلام إذا انتهى الفعل بـ E ما نضيف إيه لا نضيف أربس لأنه في إيه يعني عندي كلمة drive يعني يقود منتهي بإيه؟ بإيه هضيف لها إيه أر؟ لا هضيف لها إيه أربس هتقبل driver وهناك أفعال نضيف إليها ER بالإضافة إلى كلمات أخرى يعني عندي مثلا كلمة fish هتقبل fisher man لازم نضيف لها كلمة man عشان تحول إلى إيه اس طيب وهناك أسماء أخرى غير مشتقة من أفعال فمثلا عندي doctor طبيب إذا حزفنا OR فإن doct لا تعطي معنى يعني مش تقولي doctor هضيفنا لها OR يقبل وظيف الدكتور يقبل أصل الكلمة إيه doct مفيش حاجة اسمها إيه doct لا دي أسماء مش بإضافة ER و OR لا هي كده تمام كده؟ طيب بعد كده عندي build عندي builder عامل بناء عايز أرجعها الفعل هعمل إيه؟ هروح حزف ER وهتقبل كلمة إيه؟ build تمام؟ وفي وظائف كتيرة مش مشتقة من الفعل لا ده هي ليها كلمة مختلفة تماما زي عندي مثلا dentist اللي هو طبيب الأسنان دي مش مشتقة من فعل بإضافة أي حاجة لا electrician اللي هو الكهربائي أو mechanic الميكانيكي يبقى عندي بعض الوظائف لا نشتقها من إيه؟ من الأفعال غير مشتقة من الأفعال تعال ناخد تمارين بسيط كده ونجرأ الجمل دي بيقول لي إيه؟ my teacher شايف إن ذا؟ my teacher is very patient صابور قدل she teaches math شايف كده؟ أهو يبقى teacher مشتقة من الفعل ايه؟ teach سائق التاكسي ده بيعمل درايفز يقول يهو شوف كلمة درايفر مشتقة من الفعل درايف بسوء بشكل سيء لم يتوقف عند إشارة المرور هؤلاء الصيادين في المكان الخاطئ ما يقدروش يصطالوا السمكناك شايف كلمة فشرمن مشتقة من الفعل فش نمبر فور ده البنة أو عمل البناء اللي بيبني إيه بيتنا هنلاقي إنه كلمة بلدر مشتقة من الفعل إيه بلد يبني نمبر فايف هو بينظف بشكل جيد أشكر عامل النظافة لما اتقبلوا يبعا عندي كلمة كلينر مشتقة من الفعل إيه اكل وليس كما قلنا كل الوظائف مشتقة من أفعل يلا نكمل مبعا إن شاء الله تكون مفهومة وسهلة وبسيطة لنذهب بعد ما تكلمنا عن الكلام ده كله ناخد اكتيفتيز مع بعض لك ريد أن نمبر عندي فور بيكترز المطلوب مني أوصل الكلمات دي بهذه ايه الصور اوكي بيلدر فين بيلدر بصوا عصور كده برافو عليكم دي نمبر وان بيلدر كده انجينير انجينير مهندس فين المهندس في الصور دونه شاورتو آه جيد تيتشر تيتشر فين تيتشر برافو اهي تيتشر معلمة بتعلم مني الأولاد آخر حاجة عندي درايبر سائق الأوتوبيس آهو نمبر فور كده نمبر تو choose the correct word عايزين نختار كلمة مناسبة من بين هذه الأقواص the things we make buy and sell are all part of the countries خلي بالك دا راجع للموضوع الأرينا في الأول يباكول لي دا جزء من ايه economy the country's economy اقتصاد الدولة نمبر تو the hotel pays to the workers القتلات والفنادق بتتفع ايه للعمال آخر الشهر salary good salary اللي هو المرتب أو الراتب نمبر ثري the pays for things like roads and schools مين اللي بيدفع عشان المدارس والطرق طبعا the government الحكومة نمبر فور need a hotel and they need a bus or a taxi to take them to the hotel مين اللي بيحتاج لفنادي وبيحتاج لئتوبسات وتاكسيات عشان تنقلهم من مكان لآخر طبعا tourists is so yeah good نمبر فايف the workers use there to buy food, clothes and for transportation العمال بيستخدموا ايه عشان يشتروا الأكل بتاعهم والملابس والمواصلات يستخدموا ايه good salary المرتب نمبر سيكس the hotel buys food from the hotel بيشتري الطعام من مين في دولة good farmers number seven cooks make in hotels and restaurants cooks اللي هم ايه الطبخين بيعملوا ايه good طبعا بيعملوا food عملوا ايه غير food يعني number eight our economy is divided into اقتصالنا مقسم الى ايه صناعات industries well done احسنتم دي مراجعة للكلام اللي احنا خدناه في بداية الدرس يلا نكمل بقية الانشطة والاكتيفيتز اللي ايه موجودة معانا على هذا الدرس اوكي read and match طبعا الكلام ده هكبر سهل بالنسبة لكم بعد ما اريدتوا صفحات العدد عندي هنا economy industry salary government وعندي بعض التعريفات اهيه يا ترى economy اي تعريف من دولة بتاعها bravo عليكم اللي هو بي بيقول لي ايه a collection of businesses that work together very good good طيب industry ايه يا industry ليه الصناعات مش كده بانقول ايها good D the way a country makes and uses money very good تعالوا بعد كده نتعرف number three read and match بعد ما تعرفنا على بعض ال definitions التعريفات نشوف مع بعض economy يا ترى ايه المقصود بيكونومي ها لو بصينا على الجومة دي المقصود بيكونومي اه اللي هي the way a country makes and uses money الطريقة اللي بتستخدمها الدولة في استخدام الفلوس industry industry ها فاكرين ايه كان التعريف بتاعها good a collection of businesses that work together salary اللي هو المرتب اللي هو بي ايه good money paid to people who work اخر حاجة عندي ال government اللي هي الحكومة المقصود بيها اللي هي the group of people who make rules for the country very good number four read the passage then answer the questions طبعا القطعة دي اللي احنا قريناها في بداية ايه الموضوع نقراها بشكل سريع the hotel pays a salary to the workers the workers use their salary to buy food clothes and for transportation some of their salary goes to the government to pay for things like roads and schools when we work our salary helps our community and the whole country طبعا احنا شرحنا بتفسير الكلام ده item a choose the correct word the hotel pays a to the workers يا ترى الوتيل بيدفع ايه good salary number two the workers use their salary to food clothes and for transportation العمال بيستخدموا المرتبات عشان يعملوا ايه good عشان buy بيشتروا كل الحاجات دي b answer the following questions خلي بالك الموضوع بيكون عليه اربعة سنة سؤالين اختياري وسؤالين مبدوئين باداة استفهام where does some of the workers salary go and why هنا السؤال بيقول لي اين يذهب جزء من مرتب العمال وليه بيروح فين لو بصينا هنا في القطعة موجود بالتحديد الإجابة بتاعتنا بتقول لي ايها بص كده some of their salary يعني جزء من المرتب بتاعهم goes to the government بيروح للحكومة to pay for things like roads and school دي الإجابة بتاعتنا some of their salary goes to the government to pay for things like roads and schools السؤالي التاني بيقول لي what happens when we work يا ترى ايه اللي بيحصل لما احنا نشتغل اهي الإجابة when we work our salary helps our community and the whole country دي الإجابة من خلال القطعة اللي موجودة معنا يلا نكمل مع بعض let's go number five fill in املا the spaces الفراغات بكلمة من الكلمات الدولة عندنا driver builder teaches fix نرى الجملة الأولى a كمل للآخر عشان تعرف build houses بيبني بيوت ده مين ده برافو طبعا a builder طيب نكمل mechanics بعدين cars ايه علاقة الميكانيكي بالعربيات انه بيصلح فين كلمة يصلح برافو اللي هي كلمة fix a drives a bus شغلته انه هو drives يقول الايه bus اللي هو مين برافو driver طيب a teacher بيعمل ايه in schools teaches اللي هي الكلمة الأخيرة المتبقية number six look and write a sentence under each picture مطلوب مني اكتب جملة تحت كل الصورة مستخدمة الكلمات عندي sell يبيع وعندي كلمة customer الزبون يا طرى ايه جملة اللي ممكن تكتب كلام كتير يا طرى ممكن نكتب كيه جملة تعال نشوف جملة كتبنا we sell foods to the customer او ممكن نقول الفلاحين برضو بيبيعوا او السوبر ماركت بيبيع الاطعمة اللي مين للكاستمر اللي هو الزبون يعني طيب هنا الفلاح بيعمل ايه طبعا الفلاح مسؤولية انه هو ايه grow our food هنكتب farmers grow our food الفلاحين بيزراعوا ايه الاطعام بتاعنا جيد number seven circle the old one out هنطلع الكلمة المختلفة هنحطها في in a circle في دايرة نقرأ كده مع بعض number one sell customer make buy ايه المختلفة شاورتوا عليها ايه هي برافو customer طب ليه انه كلهم verbs كلهم افعال لكن customer دي ناو يعني اسم okay number two teacher builder cleaner fish هنم برافو كلمة fish انه كلهم jobs وظائف لكن في الشيدي مش وظيفة number three build food fix catch هنم كلهم برضو verbs افعال لكن food دا ايه ناو اخر اه جملة industry industry builder driver cleaner هنم برافو طبعا كلمة industry لانه كلهم jobs وظائف وبكده كلهم احنا معاكم وصلنا الى نهاية الفيديو بتاعنا وعرضنا للدرس التاني اللي بتكلم عن social industry او اللي بتكلم عن الحياة الاجتماعية وتكلمنا عن economy الاقتصال وتكلمنا عن money وتكلمنا عن industry وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وفي معلومات قيمة ومعلومات مفيدة تستفيدوا منها في حياتكم العملية حتى نلتقي واياكم في الفيديو الجاي ان شاء الله نتمنى لكم حياة موفقة ونجاح باهر بإذن الله thank you so much for watching استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته